ومعنا النهاردة الدكتورة هالا حماد استشاري الطب النفسي لأطفال والمراهبطين والعلاقات الأسرية أهلا بك دكتورة أهلا بك أنا عايز أسمع رأي حضرتك على الموضوع اللي كلمنا فيه لأسبوع اللي فات كان معنا دكتور نور عبد الله وخدنا وجهة نظره كدكتور الراجل في الموضوع عايز أسمع رأي أخر الموضوع كان إزاي أحمي ولادي ولاد البنات يعني خلي بالك لما أقول ولادي يعني ولد أو بنت يعني طبعا إزاي أحمي ولادي من الضغطات اللي بيتعرضوا لها في بالذات المدرسة والجامعة والكلام ده من المناظرات أو تشبيهات يعني فلان عنده وانت ما عندكش الضغطات بتاعة اللبس مش زي بعض الضغطات بتاعة أنا عندي عربية وانت لأ الضغطات بتاعة اللي هي كلها حاجات مادية مهما حطينا في ولادنا أنه الأهم الأخلاق والتربية وواواوا بيفضل برضو تحت ضغط اللي هو بيشوفه في التيك توك وبيشوفه في الحاجات المختلفة وبيشوفه لما يروح المدرسة وبيشوفه لما يروح الجامعة زمان كانت المدرسة الواحدة بيبقى المستوى المادي متقارب دلوقتي لأ حتى المدرسة الانترناشنال في ناس دفع دم قلبها عشان أهم حاجة عندها أن أولادها تتعلم وفي ناس المبلغ اللي بيدفعوه ولا حاجة يعني بالنسبة لهم ولا حاجة إزاي أنا كأب أتعامل مع أولادي في هذه الضغطات؟ الحقيقة هو أنا زرعة ثقة بنفسهم إيه من سن مبكر يعني إيه لو أنا بعلق على طرابست الغدى على فلان عنده عربية إيه ويبخته وفلان معه فلوس قد إيه ويبخته أنا زرعة الزرعة غلط لكن لو أنا بتكلم يا سلام على أخلاق فلان يا سلام على رعايته للحيوانات يا سلام على حبه للأخرين يا سلام على شغله واهتمامه بمرضاء أو يعني إحنا كمثل أعلى بنتكلم على إيه كنت عايزة أقول لك حاجة بسيطة ابني وأنا نزل معيادة يقول لي إيه بقول له تعبانة يقول لي يا ترى حتغياري حياة كم إنسان النهاردة فإزاي إن إحنا زرعنا ده بنتكلم في إيه على طرابست السفر هل أنا أم ناقدة ولا أم بعرف أطلع مميزات ولادي زي ما بعرف أطلع عيوبهم وأتكلم على مميزاتهم عشان يسقف نفسهم يعني الموضوع في الأساس هو زراعة الثقة أكيد ده بداية الموضوع أنا ممتي كانت طبيبة وكان عندها المرض الخبيث وكانت بتعد تشتغل تنقي أنسب أجهزة المستشفى التأمين الصحي كتت تقول لي قمتك في رعايتك لمرضاك في رعايتك للبشر في إحساسك باللي حواليك أعتزي بنفسك افتكره دايما اعتزازنا بأخلاقنا الشخص اللي عنده أخلاق طول عمره رفع رأسه الأخلاقيات واحترامنا لبعضينا واحتمامنا لبعضينا هو ده الأساس اللي بنزرعه الدين سواء دين المسيحي أو المسلم كله معاني هو كات الرسل اللي نزلت سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى كانوا أغنية تسمحي يا دكتورة أقولك هل في العصر الحديث وبكلمش على مصر بس دول العالم كلها حدب عنده وقت والمجهود أنه يحط ويزرع المثل دي والقيم دي في أولاده ما خلينا نتكلم خلينا أقولك حاجة بحقيقة يعني دلوقتي ما كان زمان يسمى الرات ريس اللي هو الجاري الجاري الأب والأم بيشتغلوا وأهدافي إيه؟ أهم حاجة أفكر أنا أنا بربي إنسان عشان يطلع شاطر دراسيا بس أخلاقيا وقع لمصيبة أنا بطلع إنسان ما خدش حب وطنه حب دينه حب أسرته حب الآخر حب الحيوانات البريئة حب رعاية الآخرين دا كلامات بسيطة وإحنا مثل أعلى عمري بتعملت مع أولادي إن أنا جبلهم أحدث موبايل لا لا ولا لازم آيفون مش عارفة رقم كام عشان يتنافس السقة بالذات من الداخل أنا ما عنديش آيفون عندي تليفون عادي جدا وما عنديش مشكلة ليه؟ لأن أنا قمتي مش جاية من اللي أنا مسكو أو اللي عندي خلص أنا قمتي من إنسانيتي إنسانيتي في التعامل مع الآخرين فكرة الإنسان دا حاجة كبيرة أوي الإنسان دا لما يكون إنسان فعلا ما يفكرش في نفسه بس بيبقى حاجة كبيرة أوي إنسان بيحب بيراعي بيستمع بيفكر في احتياجات الآخرين ووجدوا أجمل سعادة عند الإنسان هي في العطاء العطاء دا حي دا حي دا حي اللي بيحصل دكتور أنا أسف على عطاء كلامك اللي بيحصل هما بيغيزوا بعض الولاد ساعات يعني هو الشخص اللي عنده التعداد يتغاز حيتغاز والشخص اللي عنده ثقة بداخله والأحاديث دارت على ترابيسة السفرة واتكلمنا في دا أنا زرعت الثقة بالذات من بدري وإنه قمت الإنسان مش في الفلوس قمت الإنسان في عمله أنا باباية توفى 38 سنة كان أول واحد في اسكندرية يعمل عمليات القلب المفتوح يوم ما فات الصبح بقوله صاحبك توفى يا بابا يومها الصبح فقال لي الإنسان قمته إيه البصمات اللي سابها في الحياة مش عاش كم سنة ويومها بالليل توفى بعد ما خلص يعمل عملية لمريد لي وبعدها توفى بتاع الجرائد اللي تحت قال لي إن باباك يجري به على المستشفى عشان أنا كنت تعبان بتاع اللمون الغالبان اللي تحت قال لي نفس الكلام بتاع الفكهة قال لي نفس الكلام هذه هي الذكرى اللي اعتز بيها ساب لي احترام ساب لي توفيق من الله لإن ربنا رعاني لإنه رعى كل البشر دول وسبني اعتزاز بذكرى ترجمة نانسي قنقر